بسم الله الرحمن الرحيم عدنا يومين جديد أعزائي المشاهدين ورحب بزميلي الدكتور سروة عوكاش أهلا مرحبا سلام عليكم فضل دكتور بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بكم معنا في برنامج الأستاذ والفقرة الرياضية العلمية الجديدة التي سنقدمها بدءا من هذه الحلقة ومع ضيفنا الكبير اليوم الدكتور حافظ لبيب أخصائي التغذية والسمنة والنحاف وتناول البرنامج اليوم قضية هامة جدا وهي تغذية الرياضية أهلا نتكلم النهاردة مع حضرتك يا دكتور عن مفهوم التغذية الرياضية تمام فأنا يعني التغذية الرياضية هي عبارة عن مجموعة من برامج الأنظمة التي يسير عليها الممارس الرياضي لرفع المستواه إن كان ممارسا لقطاع البطولة أو ممارس عام فبيمشي على نظام غذائي معين بحيث أنه تلافى موضوع السمنة وما إلى ذلك من مشكلات تجتاح الرياضيين عقب أن يكفوا عن ممارسة الرياضي فتفضل حضرتك كده عايز أفهم من حضرتك مفهوم التغذية الرياضية بسم الله الرحمن الرحيم أولا نرحب بكم في البرنامج الي شايك والجميل أولا مفهوم التغذية الرياضية هي دراسة وممارسة الأنظمة الغذائية الخاصة بالأداء الرياضي للرياضيين بتختلف رياضات التغذية عن بعض الألعاب فيه ألعاب بتبقى ألعاب جامدة مثلا كده زي رفع الأسقال وكمان الأجسام والملاكمة ومسارع وجوده فيه رياضات بتحمل أكتر زي الجاري السباحة ركوب الدراجات التجديف دي اللي فيها منركز على نوعين من الغذاء النوع الغذاء اللي بيحتمل أو بيتكون من الكاربهدودرات الأكتر لأنه بتكون الكتلة العضلية ومنركز على أحمال بقى للكتلة العضلية نحن نقوي الكتلة العضلية بتاعت الرياضي وبلاحية ما ننساش كمية السوال اللي ممكن ياخدها الرياضي بالذات فيه وقت البطولة وبنحددها بالنسبة وقت البطولة إمتى فلو كانت في وقت زر وقت حار فبنزود هذه كمية في وقت قبل من الرياضة سأنا من السائد والمعتقد أن حضرتك بتكون نسبة البروتينات هي المسؤولة عن تكوين العضلات في الشاب الرياضي والتي تحاول أن تكون الأنسجة القوية العضلية الهامة تمام لممارسة الرياضة خاصة الرياضات العنيفة زي كمان الأجسام من رفع العسقال والملاكمة والجود والتيكندو تمام وما إلى ذلك يعني الرياضات تحتاج إلى قوة تحتاج إلى قوة أساسا تمام ما هي فعلا البروتينات هي اللي بتكون الكتلة العضلية بس عاوزين نقوي الكتلة العضلية نفسها احنا هي بتكون الكتلة الكتلة العضلية دي بقى لازم تبقى هي قوية عشان تقدر تتحمل ودي بنقدر نقويها كمان يعني احنا بينينا العضلة عاوزين نقويها فبنقويها بقى خلال التمرين والأحمال اللي احنا بنعملها ليه في الجمهات والعجلة كافية بعكس التمرين بتاعت الرياضة نفسها وحبا حيثك يعني بنقوي اللي هي الأحمال بتاعت العضلة العضلة تتحمل طيب يا دكتور دي حضرتك حاجات بتقودنا إلى ما يسمى بملاحق الطاقة التي يستخدمها الرياضيون زي حبوب وكابسولات وما إلى ذلك من معطيات زي بودر الحاجات دي يعني اللي يستخدمها الرياضيون أساسا علشان يساعدوا أنفسهم على بازل جهد زيادة في التدريبات وبناء العضلات وإظهارها بصورة مجسمة ده بيتم بس بيتمش في وقت البطولات يتم ما قبل البطولات والكلام ده كافيه اللي بتدي له طاقة باور أكتر يقدر يتحمل كمية الأحمال اللي هندهيه بالزيادة شوية شانه قوي العضلة بتاعته إنما قبل البطولات كلامه لأن كل الحاجات دي طبعاً بتبقى مضرة في البطولات وخطر عليه على الشخص نفسه الرياضي فحالة زيادتها حضرتك ولا ممكن في الحجم الطبيعي لها زي مثلاً فيتامين بي 12 تمام بي 12 والقومجا والكافيين والأفجاد والحاجة دي أطعمها خاصة بالكلام ده كده بتدي له طاقة وتدي له قوة وخطر عليه حياتك فيها بس من ركز فيها وقت البطولة نفسها طب هناك ما يسمى بالجينسنج الأسيوي تمام اللي هو بيتناوله الأبطال كمان الأجسام ورفع الأسقال ده ما فيش منه أي أضرر خالص لأنه ده كاد يكون عشب طبيعي خالص جينسنج أسويه الجينسنج الأحمر طب أنواع من أنواع العسل التي تساعد الرياضي على بناء الأنسجة طبعاً العسل طبعاً دي أولاً وأخيراً وده لابد من أي رياضي وأي شخص عادي كمية العسل بس هيكون عسل طبيعي مش العسل اللي يكون في السوء المتصف في الأسواق في حضرتك دراسات فيه مسمياتها دكتور للعسل؟ نعم مسمياتها أو أنواع للعسل؟ مش أي نوع من أنواع العسل طبعاً كويس بس الشرط يكون طبيعي ما يكونش كولوكوز ما يكونش ما بسكر ما يكونش على أنواع في الأسواق دلوقتي عسل كتير جداً أسعاره زهيدة أوي بـ 50 و60 جنيه دا استحال يكون عسل طبيعي استحال يكون عسل طبيعي طبعاً فده مش هيفيد بالعكس ده يدور ففيه عسل اللي هو بيفيد الكلام ده كده فيه بالإضافة إلى بعض الحاجات اللي بنضيف عليه كمان من منتجات النحلة أو مشتقات النحلة مشتقات الخلية زي الملكات وزي الحبوب اللقاح كل شامع العسل من قلب القلية فده طبعاً كل ده طبيعي بالإضافة إلى بقى عطفت دكتور سروك الجنسنج مثلاً الأحمر بعض حاجات تانية أعشاب طبيعية بس بنسب لا تزيد عن جرعات معينة عشان بتقلب لأضرار زيادتها يعني بنسب مخننة بنسب مخننة طبعاً طب فيه عوامل يا دكتور يعني إيه عوامل بتؤثر على الاحتياجات الغذائية للرياضي عمتاً دي بتتوقف على نوع النشاط وأهميته ومستوى فعيارت حضرتك تكلمنا عن العوامل بتختلف العوامل المؤسرة دي كلها عن الجنس الطول الوزن المشر كتلة الجسم دي كلها معدلات بنعملها إحنا بنحسبها بنعمل على الطول والوزن وبنعمل على ميزان البودي الجنس بين زكر وأنسة يختلف في العوامل تختلف لها مؤسرات مختلفة مؤسرات ولها حاجات تأثيرات فيها طبعاً تعتبر عامل هام من العوامل تكوين العضلات وكلام ده كله طبعاً 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 نشوف حضرتك حالياً بنرى أن فيه بعض الفتيات والسيدات من رفعي ورفعات الرافع الأسقال وكمال الأجسام وما إلى ذلك والمصارع الحرة وكلام ده كله فيه يعني بناء عضلات رهيبة بالنسبة للسيدات بتبقى واخدها نفس الحاجات كلها اللي هي بتاعت الزكور طب التغذية دكتور ليها دور في بناء هذه العضلات؟ طبعاً طبعاً التغذية الطبيعية بيه أفضل من أي حاجة إضافية تانية سواء كيميكال سواء بودر سواء كابسول سواء برشام التغذية الطبيعية ده أفضل حاجة أفضل حاجة بتاخد وقت شوية من العضلة بس بتستمر معك لفترات طويلة حتى لو بطلت أو خفيت نتيجة إصابة اللاعب لأي سبب من الأسباب خف أو وقف البتاق ما يتهدش كل اللي تبنى ده في ساعتها طب لو جينا تكلمنا عن مستوى الممارسة الرياضية ما بين ممارس عادي وممارس متقدم وممارس بطولة دي حضرتك ما مدى التأثير الغذائي على هذه القطاعات الثلاثة؟ تختلف عدد السعرات الحرارية اللي بياخدها كل واحد من هذا الأساس الممارس العادي خالص ليه الحاجة رياضة عادية بسيطة خالص ومش محتاجة تمارين مش محتاجة أي حاجة خالص ده بيحتاج حوالي تقريباً ألف ومتين سعر حراري وخبال حديثتك في اليوم بنوزحها له بقى كربوهيدرات بروتين دهون بس دهون مش مشبعة دهون خفيفة دهون سالسة دهون خفيفة بالنسبة له لأنه محتاج الكلام ده كافي النشاط الخفيفة الرياضة خفيفة اللي بيحتاج تمارين من يوم لتقالق من مرة لتلات مرات في الإسبوع تقريباً مثلاً يوم بعد يوم ده بيحتاج لعدد سعرات حرارية لا تتعدى ألف ومتين سعر حراري في الوجب التعطير تقريباً فإحنا بنوزحها بقى كخصين تغذية بياخد الكربوهيدرات الديه البروتينات الديه وكلام ده كده أنا اللي بتحكم في الكلام ده كله اللي هو بياخده فيها مش ياخد دولات كلهم مثلاً في نسبة الدهون طيب ما تتوقفش حضرتك السعرات الحرارية دي على القدرات الخاصة للفرد لو عنده قدرات خاصة بنزود له شاب لأن فيه سماحية أوفر يعني بلس أن مينس فيها بس ما تتعدىش يعني أنا وأنا وأنا وحضرتك وزميني الأستاذ عصام كل واحد فينا ليه قدرة خاصة على ممارسة الرياضة تمام بتختلف من رياضة لرياضة بتختلف من شخص الشخص ومن رياضة لرياضة أيوة ما ده بنقول عليها إن هي رياضة خفيفة رياضة متوسطة رياضة عنيفة فهم أصدر حديدك تمام وتفرق ما بين الجنس ما بين الزكرة وبين الأنسة تفرق في الكلام ده كافي لأنها بتفرق الحاجات دي كلها بقول لها حديدك معادلات بنحلها إنها دي الجنس دوت مع الطول مع الوزن يعني الشخص اللي بيلعها بتاحت وزن معين في سن معين بيحتاج حاجة معينة حتى وإن كان عنده قدرات خاصة يعني الأمر برضو طبعا طبعا ما هو الطول والوزن والسن ده أهم أول ثلاث حاجة بنسأل فيهم ثم بنخش على الميزان اللي هو إن بودي يبتع لنا نسبة المياه ونسبة دون نسبة العضلات بتاعت الجسم الإنسان ومحتاج عدد سعرات حرارية دي طب بالنسبة للرياضي بقى ده ده بالشخص العادي طب الرياضي لا محتاج طبعا كمية أكبر طاقة أكبر عشان يديره باور أكبر فبنزود له عدد سعرات الحرارية إحنا بنشوف الكتلة العضلية عنده كويسة كافية خلاص ده كده كافية مش هزود كرباهيدرات أزود له مش هزود بروتين أزود كرباهيدرات واخبارة لحدك أزود فيتر أخطبش أملاع أخطبش أملاع أخطبش أملاع لا طبعا لا 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 لازم ياخد كل العناصر فبنزود وبنلعب إيه اللي هو محتاجه طب واحد عنده عضلة ضعيفة يبقى لازم أزود له البروتينات بتاعته واخبارة لحدك يا دكتور بحيث نبني العضلة ونكونها واخبارة لك نخف من الدهون في أطعامها طبعا فايدة جدا في حاجات دي كلها بعيدة عن زي ما حدك ذكرت البودر والكابسول والبرشام اللي هي أضرار اللي بنكلم فيها نستعين ببعض حاجات لزيادة الوقت أو لقلة الوقت في تكوين العضلة لو مثلا ندخل بطولة بعد 6 أشهر 7 أشهر ممكن عدم تلحش تتبيني في الفترة دي كلها وأنا عاوزه تمرين مش عاوزه عضلة بس أنا عاوزه وتمرين يتمرن التمرين أنا اللي هي دوري أبنين العضلة وقوين العضلة أما التمرين بتاع الرياضة بتاعته نفسها دي مش بتاعتي أنا يعني بتاعت المتخصص المدرب فيها تمام فدي اللي فيها الكلام كده فيها دي البناء طقوية بناء طقوية بس ده ده دوري أنا فهو محتاج إي العضلة كويسة خلاص يبقى أنا أديره الحاجات التانية اللي ممكن يحتاجها سواء كمية سوال كمية فيتمس كمية كربويدرات زيادة أنا اللي بتحكم في الكلام ده بقوله بناء على إيه وزنه وسنه وطول ونوع الرياضة اللي بيمارس وكتلة الجسم وكتلة الجسم طيب طرح احنا نقدر هنا نتكلم عن أن فيه تخطيط معين للوجبات الغذائية للرياضي طبعا يا فرح يومية طبعا ده بالنمج يومي للتلات وجبات بتوعه بتوضع أسبوعية بنسب معينة بنسب طبعا ما بين الهايدروكاربيات كربويدرات والبروتين والدهون بنعتمد إن هي بتبقى مثلا 60% كربوهيدرات أكتر من 15-25 دي بروتينات من 20-30 دهون بس دهون خفيفة مش دهون سلاسية ولا دهون طبعا مش مركبة مش مركبة طبعا تبقى سهلة أنا فأنا مش عاوز أدخله في مرحلة بقى تانية اللي هي السمنة بقى مشاكل السمنة ونبدأ نرجع نخلص لأن ده ده رياضي فأنا عاوز يأخذ نسبة الدهون الخفيفة اللي هو جسمه محتاجة والخفيفة ما تتكونش مثلا عنده في مناطق معينة تبقى اللي بمعاب بسمنة الدهون سلسية دهون طبعا ما يدي المشكلة فيها 60% كربوهيدرات تمام ومن 15-25 من 15-25 ما بين الحد الأدنى والحد الأقصى بروتينات اللي هو المسؤول عن بناء العضلات عن بناء العضلات لأنه أكيد أريد بيلعب رياضة فعنده عضلة فأنا كونه الكربوهيدرات أكبر تمام بس فيه اللعيبة بتوع المارسون تمام المسافات الطويلة في الجاري يحتاج دولة تحمل بيحتاج نسبة كربوهيدرات أعلى من نسبة هل نقولك ده ده نسبة هي العادي أو المعتاد فيه بنقول إن لو الكدرات أو بنسبة رياضة عنيفة أو رياضة شقة شوية فبنزود له عدد السعرات الحرية بتاعته فيها فبتزيد بنسبة 60% 1350 سعر فيه تاني بياخد 1550 فالسعرات الحرية ده كلها بنزودها بإيه 60% من ده 60% من ده فأنا بزودله على حسب عدد السعرات الحرية اللي هو محتاج المواد الغذائية اللي فيها نسبة دهون غير مركبة تساعد على إعطاء القيمة المطلوبة من الدهون للجسم لكن لا تضر بالجسم ولا تكون الدهون السرسي هنقول زي الحاجات الطبعية زي المكسرات الأفريقادو الزتون الأسماك المنتجات الألبان الخفيفة سواء ألبان الأسماك زي السلم والموتون والموتون والمكريل دي أفضل طبعا من حاجات من الجنبال وكلام تطاقوا فيها والأوميجة 12 الأوميجة السري عالية جدا فيها فبتدي له طاقة وكويسة جدا فيها وتقوّل عضلة طب لو قلنا فيتامين بي 12 طبعا فيتامين بي 1 بيهتم بي الرياضين كتير جدا وبيتناولوه صورة قد تكون صورة عالية جدا بيتناول الرياضيون فيتامين بي 12 خاصة في أغلب الرياضات التي تحتاج إلى عضلات تمام أو تحتاج إلى قوة أثبتت الدراسات العلمية أن بي 12 لبعض الأضرار على الجهاز العصبي للرياضي تمام وتقسر عمر الفرد الممارس الرياضي خاصة اللي هو البياس اللي قطع البطولة تمام فإيه رأي حضرتك من ركزتي على بي 12 اللي هو واحده فهي بيتاخد فيه دلوقتي فيتامز بي واحد بي سيكس بي وان بي سيكس بي 12 اللي هو 12 مع بعض فدولت حاجة مركبة فبتضعف وتخف من خطورة به 12 لواحده لما أخد به 12 لواحده ملاحيطك دي فيها الخطورة لو أكثر منها فهم أذن إنما بنخفها بي بي واحد وبه 6 وبنسب معينة إحنا اللي بنتحكم فيها أما هو لو خد بقى يعني دي حاجة إضافية من عنده رياضة ما بتطولش لواحده بنسب بسيطة إنما بنزودها بي واحد وبي 6 بي واحد وبي 6 دي معافية طيب إيه النصائح اللي حضرتك عايز تقدمها لنصائح الغذائية التي تقدمها للرياضيين الغذاء الطبيعي الغذاء الطبيعي المتوازن لمختلف القطاعات تمام سواء الممارس العادي أو الممارس المتقدم أو الممارس في قطاع البطول تمام نصيحة حضرتك ليه إيه هو طبعا أولا يعني عشان يقدر يعمل الكلام ده كله أولا الفترة كافية من النوم النوم مبكرا وفترة كافية من النوم الراحة النفسية الراحة المزاجية الراحة العصبية دي بتفرق كتير مع الرياضي كمان عن الشخص الطبيعي العادي الاكسار من شرب السوائل قبل البطولات بالذات في الوقت اللي بيلعب فيه يكون وقت حار فلازم قبلها بفترة كبيرة الأطعامة الغنية بيه واحد وبيه ستة وبيه تناشر والأوميجا والكلام ده كده كله زي اللي قلنا عليها زي الأفوكادو زي المكسرات زي الحاجات كده النية زي الأسماك زي المنتجات الألبان كل ده لازم منه وده الحاجات المفيدة للرياضي أكتر منه من الشخص العادي كمان يعني هنا بنوصفها للشخص العادي وللرياضي والرياضي بتبقى بالنسب بوفر شوية طبعا فيها طيب بالنسبة للدهون الغير مشبعة كويس احنا قلنا حضرتك انها يعني بتتضمن نسب بنسب معينة من الدهون لكن احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا اسمها الدهون السلسية كويس وهذه الدهون السلسية بتتركم يعني على الكبد وتسبب السمنة السمنة للرياضي على مواجه التحديد طبعا عزيز تعريب بسيط للدهون السلسية الدهون السلسية هي الدهون اللي بتتكون او دهون معقدة صعبة التفكك والتسيح وتنزلها من الجسم بس ودي بتيجي من الأطعمة التكاوية اللي موجودة برا كلها على طول للأسف يعني وقبلك واضلات الرياضي او الشاب او في البيت حتى في الرياضانة العادي كله بيستسل الأطعمة الجهزة على طول من برا هي دي أساس الدهون السلسية للأسف يعني إنما مشكلة مؤكد مشكلة مؤكد مشكلة مؤكد بيها مثلا مرة كل أسبوع مرة كل أسبوعين إنما مش يومي مش يومي بتعمل بتعمل سمنة مفرطة مرة واحدة لأنها دهون صعبة التفكك أما الدهون العادية خالص حاجة بقى سوى البيت او حاجة كده فيه ليه دهون مثلا بتعتمد على الطبخ والأكلات والكلام دي بزيد الزتون الحاجات الخفيفة الزتون نفسه دهون فيها بس بنسب بسيطة منتجات الألبان عموما كلها سواء ألبان سواء حليب سواء زبادي سواء الجبن بأي أنواع من أنواع كل دي فيها نسب دهون بس بنسب خفيفة فسهل التفكك وسهل البتاعة وما تسببش سمنة طب دكتور المواد المهدرجة كويس وتأثيرها على الشاب الرياضي أسوأ حاجة للرياضي والغير الرياضي المهدرجة طبعا بتعمل إيه سعادتك الدهون السلسية معقدة هي دي من الأساس الدهون السلسية معقدة معقدة يعني مسؤولة عن تكون الدهون السلسية صعبة التفكك صعبة التسيح صعبة النزول وإخبالك لأنها خلاص ترقمت وتكونت وتكتلت وعملت في أماكن متفرجة في الجسم تحت الجلد فصعب أنك تتقصر يا دكتور 30 ثانية نصيحة للرياضيين والعليين في 30 سنة قبل أن نختمها البعد عن التكويش بس هذا أكتر حاجة شكرا شكرا دكتور بهذا انتهت بقراتنا على أن نعود في بغرات خادمة إن شاء الله إن شاء الله شكرا شكرا